أنهى مسؤول مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن الاتفاق مع اللاعب البوركيني إيريك تراوري مهاجم إمبي وبرامز السابق للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وجاء التعاقد مع إيريك تراوري بعدما أبدأ يهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي رغبته في التعاقد مع العديد من اللاعبين أبرزهم البوركيني إيريك تراوري وهشام محمد وأحمد الشيخ لاعب الاتحاد والمصري سابقا وجاءت هذه التعاقدات بعد أن تمكن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي من حل أزمة إيقاف القيد بعد مفوضات شقة كلفت النادي مبالغ طائلة حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كانت غرامات أو مستحقات متأخرة أو أي متطلبات أخرى بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب